سيد بري يشترط بالدعوة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يشرط ذلك ويربطه بإقرار قوانين يقرها مجلس النواب تنفذ شروط الصندوق النقد الدولي ما رأيك بهذه المقاربة أو بهذا الربط؟ إنه الرئيس بري المعروف عنه كيف يدير المجلس النواب منذ العام 92 المشكلة الأساسية في لبنان هي بشقين هناك قوانين لم تطبق أقرها مجلس النواب بعد الرئيس بري كالهيئات النازمة في الطاقة وفي التسلاتهم إلى ذلك العمر المفقود الأساسي هو الثقة بهذه الطبقة الحاكمة ما يقترحه الرئيس بري ليس بخطأ ولكن الغريب أنه استفاق اليوم على ذلك مع أن منذ العام أقله منذ معتمر سادر قبل انتخابات نيابية في العام 2018 كان الموقف الدولي واضحا وصريحا وجازما اللامساعدات للبنان ما لم يتم السير بالإصلاحات مضت أربع سنوات وانتخابنا مجلس نيابي جديد ولم تقر أي من الإصلاحات التي طلبت في سادر على سبيل المثال أتصور أن موقف رئيس بري هو موقف يمكن السير به ولكن عند الحاجة يستطيع أن يخرج أرنب كعادته ويلتف عليه إذا إلى ماذا تشير سيد جورج؟ تشير سيد جورج إلى أنه اليوم ربما من مصلحة بري أن يعطل الاستحقاق الرئاسي؟ أو أن يستخدم هذه الزريعة وورقة ليختار التوقيت المناسب وحينها يستطيع أن يخرج أرنب ويتوصل إلى تخريجه يخرج من هذا التعهد كما أننا رأينا على سبيل المثال خلال بعد انفجار مرفأ بيروت ولقاء قصر صنوبر الذي شاركت به حركة أمال وحزب الله والأفريقاء الثلاثيين في البلاد على طاولة قصر صنوبر كان هناك تعهدات من قبل الطبقة السياسية الحاكمة خلالها 15 يوما سيتم تشكيل حكومة وضعت خارطة الطريق تنصلت منها الطبقة السياسية وأصبحت المبادرة الفرنسية في خبر كانة فنحن اعتدنا بكل أسف كلبنانيين وكل مراقبين على الطبقة اللبنانية طبقة السياسية اللبنانية وعلى كيفية التفافها على وعودها وتعهداتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر